نعت الفنانة المعتزلة شمس البرودي ابنها عبد الله الذي توفي منذ اسبوعين غرقا في الساحل الشمالي حيث نشرت رثائم له عبر خاصية الجستوري على حسابها الخاصة على موقع فيسبوك ودعت له بالرحمة والمغفرة كما دعت الله أن يربط على قلب أبيه حسن يوسف كتبت الفنانة شمس البرودي روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين أسألوا أن يكرموا ويسعدوا ويفرق قلبه أتقي أنقي بكل ما حرم منه في دار الابتلاء أسأله سبحانه أن يسكنه على جنان الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن يزوجه من الحور العين فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون الكريم الزاهد صاحب البصيرة الثاقبة من تفلته وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء ثم دعت الفنانة شمس البرودي لها ولزوجها بأن يصبرهم الله يا رب أربط على قلبي أنا وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحيا الذي لا يموت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم الحقنا به في جنتك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عبدالله هو الابن الأصغر للفنان الكبير حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البرودي فقد أنجب أربع أبنائهم نريمان الكبرى صم عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج ومحمود صم عبدالله الأخير الذي يصفونه بالابن المدلل وآخر العنقود عبدالله عمره 35 سنة درس الطيران في أوكرانيا سابقا ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جمعة بيروت لكنه لم يدخل أبدا الوسط الفني مثل والده وولدته وأخيه عمر وكان بعيدا كل البعد عن الأضواء والفن الذي لم يجد لنفسه مكانا بها توفي عبدالله ناجل الفنان حسن يوسف غرقا بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى ساحل الشمالي حيث تم نقل الجسمان لمستشفى العلمين بمطروح على الفور كان عبدالله ناجل الفنان حسن يوسف البالغ من العمر 35 عام قد تعرض للغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة ترجمة نانسي قنقر